ولكن طبعاً النهاردة يوم السبت عودة بيت سمو سماني وعودة الفريق للتدريبات وطبعاً كان فيه بعض اللاعبين عندهم بعض عراض البرد فالنادي أو الجهاز الطبي أعصر السلامة وقال إن هم يعملوا مسحة من خارج النادي ودي صورة من تدريبات اليوم طبعاً استعداد كامل لكأس الرابطة وإن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي ويحاق الأهداف المرجوة في كأس الرابطة بالتأكيد جمهير النادي الأهلي دايماً بتسعى للحصول على أي بطولة ولكن بالتأكيد عندنا برضو هدف كبير جداً من كأس الرابطة في غياب الدوليين هو أفارس التعامل مع الاستعداد لكأس العالم الأندية وشهر فبراير الصعب جداً بس أنت لازم تتعامل في الفترة اللي جاية على اعتبار إن قد يكون واقع إنك ممكن لا تلحق بعض اللاعبينك بكأس العالم الأندية ده شيء غير محسوم إلى الآن ولكن أنت بتتعامل دايماً في ظل معطياتك في ظل معطياتك يبقى أنت محتاج تاخد كسر رابطة إن أنت تجهز أكبر عدد أو أكبر قدر من اللاعبين اللي قدامنا على الشاشة دول أكيد بيتسو مسماني خد فقرة كده عمل فيها ريكافري حتى نفسي لي بالخروج من الضغوط وكل الكلام ده ورجع زي ما احنا شايفين محمد محمود عمار حمدي حتى الشناء اللي قدامي دول أتمنى يكون في كسر رابطة ليه دور محمد هاني كريم فؤاد كل اللاعبين اللي موجودين كهر الله أعتقد مش حيكون موجود في كسر رابطة محمد مجد أفشة أكيد أفشة ولكن أفشة تمنى بقى يعني ناخد بالنا منه في الفترة الجاية استراحة محاربة بالزبط كده وكمان في كسر رابطة يعني تكون عندك هدف أول أن انت ما تخسروش لأي سبب في المباريات المهمة جدا بتاعة كسر عمل عندي أنا ثقتي في أفشة كبيرة جدا وفي عقلية أفشة كبيرة جدا تحطي تحت اختبار قبل كده أنا دايما بقراره اختبار غيابه عن مباراة الترجي في الدور قبل النهائي ولكن كان بيتم تأهيله وبيتعالج بشكل صواحا ومساء وكان عنده إصرار يلحق بالمباراة وبالفعل قدر يلحق بالمباراة توقع أن هو في هذه الحالة هيعود إلى سابق مستوى مرة أخرى وإن كان يعني بعد عن مستوى فترة بسيطة فده كان بسبب الإجهاد يمكن استعرضنا أن محمد مجدي أفشة شارك 57 مباراة من أصل 60 مباراة شارك فيها النادي آلي في سنة 2021 بالتأكيد رقم كبير جدا غير مشاركاته مع منتخب مصر وبالتالي كمان هو الأكثر مسامة في الأهداف مع منتخب مصر خلال عام 2021 بالتساوي مع محمد شريف فكل التوفيق للنادي الآلي ولعبي النادي الآلي ولازم يكون في حضر شديد حضر شديد لأنه واضح جدا أن المتحور بينتشر بشكل سريع جدا يمكن أعراضه أقل بشكل كبير ولكن مش عاوزين نفقد أي لعب في أي مباراة مهمة وعندنا شهر فبراير شهر مهم جدا وكذلك منتخب مصر اللي بالتأكيد هنتكلم عنده اشتركوا في القناة